السلام عليكم اهلا بيكو في مطبق موني النهاردة جايبا لكم وصفة تشيز كيك شوكولاتة بجد رهيبة كيكة تحفة ب3 مكونات بس هنعملها صحية ومناسبة لكل انواع الدايت والكيتو دايت وكمان الوصفة دي ما بترفعش مستوى السكر في الدم يعني مناسبة المرضى السكري ومقامة الانسولين هنعملها من غير نشويات يعني مناسبة المرضى حساسية الجلوتين وكمان هنعملها من غير زبدة ولا سمنة ولا زيت يعني من غير اي دهون القطعة الواحدة بس واحد جرام كرب تقريبا شايفين الجمال ده? يلا بينا نشوف طريقة العمل اهم من المكونات الخطوات بتاعت الكيكة دي علشان تنجح معكم اول حاجة انا جبت طبقين ومعايا هنا اتنين بيضة اتنين بيضة حجمها متوسط او كبير او اي بيض متاح عندكم هنفصل بقى دلوقتي السفارة عن البيض بالشكل ده وطبعا لازم يكون الاطباق في الاول كده تكون مفيش فيها ولا نقطة معي هبدأ بقى دلوقتي افصل البيض عن السفار كده واهم حاجة ان ما يقعش اي جزء من السفار على بيض البيض وكمان يكون البيض بدرجة حرارة المطبخ يعني ما يكونش سائع لان احنا لسه هنخفق بيض البيض ونحوله لكريمة تقيلة هنسيب البيض بقى على جنب وهناخد السفار انا معايا هنا اربع مربعات من الجبنة ممكن تستعملوا اي نوع جبنة انتو بتفضلوه حتى ممكن تستعملوا الجبنة القريش تاخدوا منها اربع معالق كبار او اربع معالق كبار من الجبنة الكريمي او حتى ممكن تستعملوا لبنة المهم ان هي ما تكونش فيها ملح وحتى الجبنة القريش ما تكونش فيها ملح وممكن برضو تستعملوا جبنة مسلسات يعني المتاح عندكم استعملوا انا قلت البدائل بس الافضل طبعا ان احنا نتبع الوصفة زي ما هي هنضيف عليها بقى دلوقتي اتنين كيس من سكر استفيا انا بحب استعمل السكر الدايت علشان ما تكونش فيه سعرات حرارية زيادة لو عايزين تحطوا عسل او تحطوا دبس طمر زي ما انتو عايزين بس ده بيعلي في السعرات الحرارية للحلويات لكن السكر الدايت ما بيعليش السعرات الحرارية هنضيف بقى دلوقتي تقريبا كده معلقة صغيرة من الفانيليا السيلة واحط كمان دلوقتي تقريبا كده نص معلقة صغيرة من الخل الابيض ده طبعا علشان ما يكونش فيه اي زفارة للبيت وهنجيب بقى دلوقتي الهاند بلندر او ممكن تحطوا صفار البيت والجبنة في الخلاط او في الكبة المهم ان هو يتفرم معانا ناعم قوي انا بصراحة اسأل حاجة بالنسبالي ان انا هستعمل هاند بلندر وهبدأ بعد دلوقتي افرم الجبنة مع صفار البيت وكمان الفانيليا والسكر الدايت والخل لغاية لما يكون معانا الخليط ناعم قوي يعني يكون معانا سائل ما يكونش فيه اي قطع من الجبنة وخلاص كده بيكون جاهز معانا لازم توصله بالقوام يكون معانا بالشكل ده ما يكونش فيه اي جزء من الجبنة بارز طبعا انا هنضف بقى الهاند بلندر لانهو فيه كمية من الخليط كده هنحتاجها برضو لان الكمية بسيطة واحط بقى دلوقتي على الخليط ده معلقة صغيرة من الكاكاو بنستعمل الكاكاو يكون بني غامق غير محلة واحط بقى دلوقتي ربع معلقة صغيرة من البيكنج بودر ده بس علشان يخلي الكيكا نفشة شوية معانا لو عايزين تشلو من الوصفة ما فيش مشكلة وهنقلب بقى دلوقتي الحاجات كده بالمضرب اليدوي لغاية لما يكون معانا القوام بالشكل ده هو كده خلاص جاهز معانا هنسيبه بقى دلوقتي على جنب ونرجع لبياض البيت هنجيب بقى دلوقتي المضرب الكهرباء والوصفة دي لازم نستعمل فيها مضرب كهرباء علشان نحول بياض البيت ده لكريمة إيلا هشغل بقى دلوقتي المضرب الكهرباء كده على أعلى سرعة لغاية لما يتحول معانا بياض البيت لكريمة إيلا وعلشان ينجح معانا زي ما قلت في أول الفيديو لازم يكون الطبق اللي احنا هنخفض فيه البيت يكون ناشف مفيش فيه ولا نقطة مية وكمان يكون البيت بدرجة حرارة المطبخ ما يكونش سائع يعني وإحنا بنفصل البيض عن الصفار ما يقعش أي جزء من صفار البيض على البيض لأن الصفار بيخلي البيض يفصل دلوقتي بقى بعد ما خفقت بالشكل ده هو بياخد له حوالي من دقيقتين لتلات دقايق خفقه مستمر على الأعلى سرعة لغاية لما يكون معانا كده هنعرف إزاي إن هو تحاول معانا لكريمة إيلا إن لما نشيل المضرب يبقى طالع منه زي منقار كده ويكون متماسك وكمان لو مسكنا الطبق نفسه وقلبناه بالشكل ده ما يقعش منه يبقى وكده نجح دلوقتي بقى يلا بينا نحط الحاجات دي على بعض جبت بقى دلوقتي الطبق اللي فيه الكاكاو وكمان صفار البيض والجبنة والخلة والفانيليا والسكر الدايت وهنبدأ بقى دلوقتي ناخد كده كمية بسيطة من بياض البيض اللي احنا جهزنا دلوقتي ونقلب بالراحة قوي أنا كنت عاملة الوصفة دي قبل كده بس كانت تشيز كيك عادية من غير شوكولاتة أنا بس اللي أنا غيرته في الوصفة إن أنا حطيت كاكاو طبعا هو فارق جدا في الطعم لو عايزين الوصفة الأولانية هتلاقوها عمدوكم في القناة هحطوكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف بعد كده أخدت كمية تانية من بياض البيض وقلبتهم مع بعض كده وبعدين أخدت الكمية كلها بقى الطبق الصغير ده وحطيته كله على بياض البيض اللي في الطبق الكبير طبعا الخطوات دي أساس نجاح للشيز كيك دي لإن لو قلبنا جامد أو لو قلبنا قوي بياض البيض هيفصل معانا ويرجع في صورة سهيلة أنا عايزة إن أنا أخلي القوام يكون معانا بالشكل ده كده حتى لو في أجزاء من بياض البيض بينا معانا مفيش أي مشكلة لما الكيك هتستوي الخليط كله هيبقوا شبه بعضه هنقلب بالراحة كده زي ما انتوا شايفين ما تستعجلوش بالراحة خالص ومش شرط أبدا إن بياض البيض يختلط كويس مع الخليط التاني مفيش أي مشكلة بعد ما قلبتهم مع بعض بالشكل ده خدوا بالكو إحنا شايفين أهو في أجزاء من البيض مفيش أي مشكلة لما هتستوي كل ده هيبقى لون واحد هنجيب بقى دلوقتي صنية دي صنية مقاس 16 وده ورق الزبدة اللي أنا بفضل استعماله لإن بيطلع منه كل حاجة بمنتهى السهولة وللناس اللي قالت لي النوع إيه أنا صورته لكهو في الفيديو لو تعرفوا تجيبه زيه هيبقى كويس قوي هحط بقى دلوقتي ورق الزبدة بالشكل ده كده على قد الصنية بالزبط مقاس 16 وهنحط بقى دلوقتي الخليط بيكون معانا القوام زي ما إحنا شايفين كده نحاول ننزل كده الأجزاء اللي هي البيضة دي اللي هي مختلطتش كويس ننزلها تحت وبعد كده نحط الخليط اللي متقلب كويس كده فوق زي ما بعمل كده بالزبط خلاص كده بيكون جاهز معانا بقى بس الأول كده نمسك الصنية نغبطها خبطتين على الرخامة كده علشان الخليط تتوزع معانا كويس وخلاص كده بتكون جاهزة معانا ان هي تدخل الفرن ده شكلها معانا في الفرن بعد ما استوت شايفين ما شاء الله حجمها الضاعف خالص بتوهد في الفرن 15 دقيقة على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط من الفرن أول ما رحتها تبدأ تطلع كده بنقفل عليها ونطلعها على طول علشان متتحرقش منكم طلعت معانا بقى من الفرن بتكون معانا كده وانا بصورها اصلا بمجرد ان هي طلعت من الفرن بتبدأ ان هي طهبت خالص زي ما انتو شايفين كده عادي مفيش اي مشكلة ده شكلها بقى بعد ما سبتها بردت حاجة بسيطة كده دلوقتي طلعتها من الصنية وهسيبها بقى تبرد على الطبق لغاية لما اجي قدمها معاكم لان في الوقت ده كنت بعمل وصفة تانية وكنت عايزة صنية بصراحة فخلاص كده بقى انا هسيب الكيكة دي لغاية لما تبرد خالص وده شكلها معانا بقى بعد ما بردت خالص طبعا انا سبتها حوالي ساعة كده لغاية لما بردت بالشكل ده وهنبدأ بقى دلوقتي نشيل الورقة الزبدة بيطلع معانا بمنتها سهولة شايفين مش لازق ابدا بطلع معانا بمنتها سهولة هنشيلها بقى دلوقتي من على ورقة الزبدة كده وتطلع معانا جميلة جدا بالشكل ده ودلوقتي بقى يلا بينا نزيينها تزيين بسيط طبعا الخطوة دي اختيارية مش لازم تعملوها يعني لو مش حابين هنجيب بقى دلوقتي مصفة تكون الفتحات بتاعتها ديئة بالشكل ده وحطت فيها الرشة بسيطة كده من الكاكاو وهنوزعها بالشكل ده كده على الكاكا من فوق ده علشان طعم الكاكاو يكون باين شوية طبعا الخطوة دي اختياري وانا قدمتها بقى بطريقة بسيطة كده شايفين ما شاء الله شكلها حلو قوي وعلى فكرة طعمها رهيب هنجيب بعد الوقت سكينة كده ويفضل استعمال سكينة الخبز او سكينة مشنشرة كده علشان تتقطع معاكو بمنتهى سهولة وهقدم معاكو بقى قطعة واحدة كده من الكاكا شايفين ما شاء الله جميلة جدا ازاي مستوية وبجد طعمها يعجبك اوي بيكون القوام بتاعها كريمي كده وهوريكو برضو شكلها من تحت متحمرة جميلة جدا الوصفة دينا متأكدة ان انت تعملوها وتقرروها كتير اوي بيكون معانا بقى بالقوام التحفة ده جميلة جدا وطعمها لذيذ اوي دلوقتي بقى هقولكو السعرات الحرارية للكيكا بتاعتنا اول حاجة كده هقولكو ازاي نقسم الكيكا دي او نقطعها احنا هنقسم الكيكا دي او نقطعها لخمس قطعة القطعة اللي معانا في الطبق واربع قطعة تانيين على فكرة القطعة حجمها كبير ما هو صغير وكمان حلو قوي سعرات الكيكا كاملة يعني الكيكا كلها صنية الكيك دي كلها سعراتها تلتمية وخمستاشر سعر حراري وخمسة جرام قرب الكيكا دي كلها فيها خمسة جرام قرب هنقسمها خمس قطع حجمها متوسط بالشكل ده هتبقى القطعة الوحدة تلاتة وستين سعر حراري واحد جرام قرب يعني القطعة تلاتة وستين سعر حراري وجرام واحد قرب لو قسمتوها خمس قطع وطبعا قسموها زي ما انتوا عايزين الكيكا كاملة تلتمية وخمستاشر لكن القطعة تلاتة وستين سعر حراري وجرام واحد قرب ممكن تاكلوا منها قطعة او اتنين على حسب سعراتكو على حسب نوع الدايت بتاعكو زي ما اذا اعجبكو الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وبالف هنا وعافية